ترجمة نانسي قنقر وعرب رمحي في تصريح لصحيفة عكاب عن اعتزاز مملكة البحرين بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة وجميع أبنائها بمشاركة شقيقتها الكبرى احتفالها بيوم التأسيس تجسيدا لأسمى معاني الأخوة والتحالف الوثيق بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين وما يجمعهما من روح الود والاحترام المتبادل ووشائج القربة ووحدة التاريخ والدين والدم والمصير المشترك وتطوبق المواقف إزاء مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية وضاف وزير الإعلام أن الأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع ينظر بإعجاب وتقدير إلى المملكة العربية السعودية بعمقها التاريخي والثقافي ونهضتها التنموية والحضارية المشرقة والمستدامة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وعضده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهم الله ودورها ريادي في خدمة الإسلام والمسلمين وتوحيد الصف الخليجي والعربي استرشادا بنهج الأجداد والآباء وقال الرماحي إن الاحتفاء بذكرى تأسيس الدولة السعودية المباركة على يد الإمام محمد بن سعود وتمييزها في إقامة مملكة حديثة قوية موحدة في شبه الجزيرة العربية بقيادة الملك عبد العزيز آل سعود وأبنائه الكرام من بعده لتؤكد عزم المملكة بفضل رؤية قيادتها الرشيدة وترابط شعبها على مواصلة هذه المسيرة الخيرة المزدهرة وتعزيز دورها القيادي في محيطها الخليجي والعربي والإسلامي كصمام أمان للمنطقة وشعوبها